ولكن انتوا كابت انطاري بقى مع كابت انشاء وغريب تقريبا دي اسمها المهمة الانتحارية الأكبر في الدورة الممتاز انتوا استلامتوا فرين المقاولين وهو شبه هابط والظروف في منتهى الصعوبة وكل الناس بدأت تقول المقاولين بقى الأقرب للهبوط مع مصر المقاصة وفجأة الأمور تحولت انتصارات متتالية ومن كلنا العرب للحظة الأخيرة ينجو من الهبوط من الدورة الممتازة طبعا ما في الشك ان احنا لما يعني كابت شوق لما أكلمني كابت شوق طول عمره يعني هو يعني جريء جدا جدا ما بيخافش وهي كرة كده يعني الكرة دايما بتبقى انت في ظروف صعبة وبتعدي وممكن ودي اللي على فكرة دي اللي بتنصنع الأبطال يعني فانت مش ممكن يعني انت عمرك ما هتبقى بطل وعمرك ما هتبقى حد كبير وحد يعني أنا وانا جايد معك دلوقتي انا فخور ان انا يعني اشتغلت في الفترة الصعبة دي مع كابت شوقي غريب ومع الجهاز المعاون كله طبعا اللي كان موجود مع كابت شوقي وده طبعا بيتي اللي انا يعني عدت فيه 12 سنة لما قولنا عرب وزي ما حضرتك تفضلت وقالت في الاول لما قولنا نادي كبير ومن اكبر انديها في مصر يعني لو احنا قلنا عدد بطلات الانديها في مصر هتلاقي اهلي ترتيب زمالك ما قولي ده الترتيب من حاسي البطلات يعني صحيح سواء بقى المحلية او الافريقية صحيح فلما قولنا عرب نادي كبير فانا يعني رغم ان احنا تحتنا كان الموقف صعب جدا جدا ما قولي العرب كان شبه الفرقة يعني بشكل كبير يعني نسبتها ممكن ما تتعداش عشرين تلاتين في المية صحيح بس احنا بنشتغل بقى عن نسبة دي وهي دي حلوة التدريب او حلوة الكورة زي ما الكورة اوقات كتير بتبقى يعني الامور بتبقى صعبة وبتبقى قاسية قوي علينا زي برضو بتبقى الكورة برضو بتفرح بتفرحنا وبتسعيدنا وانا بحس ان انا عملت حاجة انا كنت بقول لكابتن شوقي من من بعد ما ربنا اكرمنا المبرارة بتاعت انبارح فقالنا انا عيشت في المقاول العرب وخدت اربع بطوات مع المقاولين المقاول العرب في تاريخه واخد تمانية انا الحمد لله شاركت وانا بلعب في اربع بطوات مع المقاولين انا حاسن الست ماتشات اللي احنا حضرناهم طبعا طبعا المدرب الكبير ومدرب اللي انا بعتبره من المدربين الكبار في مصر ولو تاريخ كبير مع المنتخبات وطبعا مع الاندية بس الاندية دي كان بقلو فترة كبيرة بعيدة عن الاندية صحية وطولة كابتن احنا اعتبر ان احنا اخدنا بطولة مع المقاول العرب ربما ان الزروف كانت صعبة جدا احنا اول مباركة عندنا بعد ما سلامنا بيومين كان بيرامتز خسرناها المبارة دي فكان بقى خمس ماتشات الخمسة دول الحمد لله رب العربين في مبارك بقى احنا انا انا عايز بس يعني طبعا عايز احمد برضو اي احمد عايكوش معنا في كلها دي لسه معنا وقتنا لسه معنا وقتنا بدأ انا طبعا زي ما قلت لحضرات بيرامتزي خسرنا واحد صفر وكننا مستري قبلها بيومين وكننا ممكن نطلع من بردك انا ممكن تطلع التعادل يعني انما ما كانش فيه نصيب وخسرنا من برده بعدها كان عندنا الجونة والجونة اللي بنافسنا فانت ازاي المهم جدا جدا كانت مباركة الجونة دي لازم بالنسبة 100% تكسبها 100% لازم تكسب عشان تعدي الجونة لان احنا كنا 25 والجونة كان 28 فرق 3 بونط او فرق 2 بونط احنا 25 و الجونة 27 فانت بتلعب الجونة وفجأة بعد نص ساعة بيطرت منك لعيب دراما دراما بخلاص بقى النادي ظروف صعبة جدا فانت بتهمت رسمي فانت بتهمت رسمي فانت حتى احنا بعد المبارة دي احنا تعديلنا المبارة دي لعبنا ساعة وعشر دقايق نقصين لعيب بعد المبارة دي احنا قلنا المبارة احنا بالنسبة لنا النقطة دي مكسب المكسب هنا بقى مش ان انت خدت بونط لأ المكسب انت ما خلتش الجونة ياخد تلاتين بونط زيادة هو هنا المكسب هيبقى فارق خمس نقط فان انت وقفت انت بقيت 26 والجونة بقى 28 فحفظت على الفارق وهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه احنا قلنا الجونة مش هيجيره مبارة اسهل من مبارة المقاولين وحن نقصيه ده كل الكلام ده دار طبعا بعد المبارة فقلنا يا رب نخرج بس 100 عدلين لان المبارة دي هتبقى بالنسبة لنا ممكن دي بقى مبارة الهبوط مظبوط وفعلا الحمد لله رب عمت عدلنا وبدأنا بقى اربع متشات كسبنا الاربعة بداية طبعا مبارة المقاولة طبعا كان موقف صعب جدا بقى لان احمد بيلعب وانا موجود في المقاولين موقف صعب جدا اول مرة يعني يعني يحصلش قبل كده ابدا ان انا يعني الاب بيبقى موجود في فرقة وفرقة محتاجة المبارة وابني بيلعب الناحة التانية كسبنا 30 30 في رئيتك تخيل ثلاثة فحفظ اه طبعا وانت ممسوط بر مش عايز تقول لهم كتبا يا طيب يعني كتنكسب بس مش لازم يسجل ثلاثة فحفظ والله يا كابتن كريم مش موضوع موسوط ولكن انا انا بعمل شغلي طبعا لما طبيعي طبعا وانا من جوايا طبعا يعني انا عايز نفس ابني بقى كويس طبعا نفسك تكسب ستة وسبعة عادي وفي النهاية في الاخر قلتوا يا ابني اعمل لي عليك موتروش مثلا قلهم حاجة يوم انت وايب في الجوم مسا قلهم حاجة مش كده لا وفي لقطة كده كان بيضايع وقت طبعا ايه احنا بطبعا المبارد بالنسبة لنا بقى مش هينفع احنا خلاص بقى ايه احنا معا اللضاح كتير يعني اللضاع من طبعا قبل كده كتير مم فاحنا مهم بقى ان احنا نبدأ نكسب فربنا اكرمنا كسبنا تقولي في لقطة كان ايه بقى في تضياء وقت اه يعني بيجيب الكورة بقى وعلى مهل وكده واحنا طبعا عايزين نكسب فحتى قمت الماني قلت له اللهم يعني متلعب بسرعة يعني يعني عندنا انا في اي جنب أي جنب في الدور عادي وسألله قسم بالله اللا كلمته فالمباراة ولا اقضلوي انت هتلعب ان الجاهز فني لاعبك خلاص ان الجاهز فني ما لعبكش حسب رئيك الجاهز فني اللا كلمنا فالمباراة الاكلمت فقالي لابني اعمل شغلك وانا باعمل شغلي التوفيق ده بتاع ربنا سبحانة تعالى ودي رسالة يعني ان إنت وأنا متأكد يقيناً أن الجهاز مصر المقاصة والإدارة الموجودة هم عارفين كويس قوي أنه بيسكوا في أخلاق أحمد وفي تربيته وفي نفس الوقت الناس في الموال العرب برضو ما يكلمونيش نهائي في موضوع وإلا لو ما كنوش واسكين فيه ما كنوش شاركوه بالضبط كده طبعاً فموضوعه بقى أنه يبقى موفق أو مش موفق دي بتاع ربنا صلى الله عليه إنما طبعاً وبيعب بعدها طبعاً مباراة سموحة وتألق في مباراة سموحة وأنا بعديه في مباراة سموحة دي هتفضل في تاريخه ومدى الحياة أنا كنت بكلم معاه أنه أنا في بداية مع المعارف عادت سنة كاملة في المقاولين لعبت آخر مباراة في الدوري عادت سنة كاملة أول سنة روحتها من الأهل للمقاولين فضلت الموسم كل ما بلعبش لغير آخر مباراة وبعدها أنا شاركت مع المباراة في 256 ماتش أول مباراة لليه كانت المحلة في المحلة وكان المحلة محتاج يكسب عشان يقعد وأفضل مباراة في تاريخي هي مباراة المحلة دي احنا خسرنا مباراة دي واحد صفر حتى كان بلعبها كابتن شاوي غريب وآخر مباراة لعبة مع المحل فعايزة أقول له أن أحمد مباراة سموحة دي أنا باعتبارها هتبقى من أفضل مباراة حطرة جبريجة طب قبل مروح لأحمد حراك ما قلقتش والكابتن شاوي غريبة تتكلم كابتن شاوي غريب اسم كبير مداري منتخب مصر الأول منتخب مصر الأولمبي هبطت مع كابتن شاوي غريب وكابتن سليمان وباقي الجهاز هتبقى حاجة صعبة في تاريخه في سي بي ناصع البيض يعني اللي انت بتقول ده كلنا ما فيش شك حتى أنا فكرت فيه بس لما باقي فكر فيه وإحنا راحين في نادي أنا عدت عشت فيه 12 سنة والنادي محتاجني ومحتاج طبعا الجهاز الكابتن شاوي طبعا يعني كل الجهاز اللي احنا اشتغلنا مع بعض فترة بسيطة في المتخب اللومبي فلما جي طبعا المهانس محسس صلاح والمهانس محمد عادل كلموا الكابتن شاوي بالراجل ما ترددتش لحظة كان تاني يوم في النادي وكلمنا وروحنا اشتغلنا يوم الأربع ولقبنا من وراء طول يوم السابت مع بيراميز فعلا يعني كل اللي انت بتقوله ده احنا فكرنا فيه بس انت عندك نسبة نسبة مش عالية بس هي كرة كده يعني ايه لو عندك واحد في المليون تلعب عليه أنا تعودت على كده وأنا في النادي الأهلي تعودت على كده انت مش هتبقى بطل غير لما تاخد التجارب دي انت بتطلع منها بفايدة كبيرة جدا جدا وخبرات ترقومية مش طبعية تحطينا في الظروف كتير جدا في النادي الأهلي ونبقى في نهائي ونتعادل عندنا في مصر ونطلع نجيب البطولة من بره فزين لو انت ما تحطيتش في الظروف دي تبقى انت بطل ازاي واتبقى انت تطلع تتكلم ازاي احنا في يوم الايم هنقول ان احنا مسكنا المقول العرف في الظروف كانت عاملة زي وطلعنا احنا بالفرقة من الموقف ده احنا احنا فنشنا عاشر احنا مسكين الفرقة رقم سبعتاشر صحيح رقم سبعتاشر قبل الاخير يعني كان المقصة وبعدين المقولية فانت هنا طب يفنش بتمانية وتلاتين بونط انت جيب تلاتاشر بونط خمس خمس مباريات صحيح مباراة عادل واربعة مكسب يعني استاذنا طبعا مباراة برمز لان احنا كنا جينا قبلها بيومين ومباراة برمز مباراة كبيرة ومباراة صعبة بعد المقصة برضو في نص ساعة من شرط الاول طرد مننا لعيب محمود عبدالعزيز وبرضو لعيبنا شرط الاول نقصين ولكن المباراة في شرط تاني بقى بعد ربع ساعة حصل طرد لعيب من فرقه فبين عشر لدى عشر يا ربنا اكرامنا وجبنا جينا وكسبنا المباراة دي اتنين صفر